اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة اخوال تقسيناهر اليوم بداية بالوضعية المرتقبة مع هذا الصباح ان شاء الله يبقى الجو بارد متقلب غير مستقر متبوع بامطار على الولايات الساحلية بالضبط بالمناطق الوسطى وخاصة بالولايات الشرقية مع رعود منعزلة والتي تمتد إلى مناطق الواحة في الجنوب الكبير وغرب البلاد تبقى الاجواء صافية نسجل كذلك خلال الظاهرة ان شاء الله يبقى كدائما وكالعادة الجو بارد متقلب غير مستقر مع الامطار التي ستكون على استفق سنطينا الواد الطرف ميلا وسقارس اما في الجنوب الكبير وغرب البلاد وكذلك المناطق الساحلية الوسطى يبقى الصفاء عليها كذلك نسجل بعض الزوابع الرملية في الجنوب وذلك نتيجة الرياح القوية جيدنا حيطة والحضر لمستعمل هذه الطرقات ونشوفوا درجات الحرارة التي سننتظرها مع الفجر ان شاء الله فموما الدرجات ما بين 7 درجات إلى 12 درجة أو 13 درجة بالهضاب العليا فنسجل 10 درجات بالوادي ورقلات 9 درجات جانت ب7 درجات أقصى الجنوب عينغزان بـ 17 درجة أما درجات الحرارة أقول عفوان خلال الظاهرات عموما تبقى باردة في المناطق الوسطى فنسجل 16 ببشار 14 تلمسان بنفس المقياس بـ 11 درجة في قسنتينة وسطيف 16 درجة كذلك بوهران أقصى الجنوب برج بجي مختار بـ 29 درجة مما يخصون ملاحة والصيد البحري البحر هائج ومضطرب على طول الشريط الساحل لمعارية حين تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم في الساعة دائما نختم هذه النشرة الجوية بمعلومات الفلكية على مستوى العاصمة وضواحيها لونا مشاهدين نصل إلى ختم هذه النشرة في عدد اللاحق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة